أهلا بكم مشاهدينا أو في القناة الأولى ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم التفعلي كوفيد 19 عندي سؤال حلقة اليوم سننخصها الموضوع إجراء الاختبارات في الأوسط المهنية لتشخيص فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 ففي الأسبوع الماضي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أرباب المقاولات المغربية للقيام بعملية تشخيص مكتفة في إطار تشاركي لتدبير جائحة كورونا وفي هذا الإطار أعطى جلالة الملك تعليمته السامية لوزارات الصحة من أجل وضع كل مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد 19 في صفوف مستخدمي مقاولات القطع الخاصة لحمايتهم في أفق استئناف الأنشطة الاقتصادية وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا ضيفا في حلقة اليوم الدكتور عبد الحميد خضري أخي سائي في طب الشغل مرحبا بكم دكتور وفي البداية الحملة الوطنية للكشف عن فيروس كورونا المستجد انطلقات شنو الأهمية ديال هاد العملية وكيفش كتن؟ شكراً على السماعة بالنسبة الأسباب ديال هاد العملية هي بدهية من ناحية ديال انتشار الوابة ليننا ت besoin انتشار الوابة وكما نحك دو وانتشار الوابة أعطي إحدى فئة اللي يمكن لها تعطينا هاد الو فيروس اللي يمكن لها تكون منها البداية ديال انتشار الوابة فإذا عملنا التحاليل وعرفنا الناس اللي هما عندنا دوم هذا الفيروس عيث هل علينا باش نعزلوهم وباش يمكننا نحمي البقية يعني تكون عندنا واحدة السياسة السباقية وهنا يا كيبان الجانب دي المقاولة المواطنة اللي كتسعى للربح ولكن كتسعى كذلك للحفاظ على الصحة والسلامات دي الناس اللي كيخدموا بالأرقام حاليا يتم إجراء أكثر من 17500 اختبار يوميا شحال وصلنا لحد الآن وشنو قراءتكم في هذه الأرقام كان نظن بأنه الأرقام كل يوم كانت تغير ممكناش نقفو في هذا لكن كتر من 330 ألف دي الفحوصات اللي تموه وهذا لابد أن نقول أن هذا مجهود جبار اللي قمس به البلد دينا وكان نظن بأنه السياسي اللي غادين فيها عايزة هادها الشي نمو نعم الدكتور كما هي العادة في البرنامج توصلنا بجموعة من تساؤلات مواطنين ومواطنات وكذلك من الفئات المعنية بخصوص هذا الاختبارات هذه التشخيصية دي الكوفيد 19 غادي نتابعوا تساؤلاتكم ونرجعوا لإجابة لها مع ضيفنا كيف يمكن ضمن السلامة الصحية للمستخدمين في أماكن العمل؟ وما هي الإجراءات المعتمدة لتمكنهم من الكشف الخاص بفيروس كوفيد 19؟ شنو الأهمية دي العمليات لكشف عن كوفيد 19 الخاصة بالعمال والموظفين؟ بنسبة سائق المهنيين لفيت لهم دل الاختبار واش يبقوا يعودوه كل مرة واش هم ملزمين يعودوه كل مرة ولا مرة واحدة تكفي بغينا نعرف العمليات لكشف عن الفيروس كيفاش يدوزو الناس اللي خدامي؟ واش هات المسآلة دي الكشف صفو في العمال ضروري لاستئناف العشرة الصناعية والمهنية؟ ما هي الأهداف المتوخات من هذه الحملة الوطنية المنجزة بتعليمات جلالة الملك والرمية إلى إجراء كشفات فيروس كورونا المستجد في الأوساط المهنية؟ كيفاش كنت نضم العمليات دي الكشف الصفوف دي العمال؟ إذن كانت هذه مجموعة دي التساؤلات المواطنين والمواطنات متابعي البرنامج اللي توصلنا بها عبر تطبيق واتساب وعبر صفحة الأولى على فيسبوك وانستغرام ونبدو معك دكتور بالسؤال اللي كيتعلق ونجعد تحدثو عليها على الأهداف من هذه العمالية في أوسط العمال والموظفين والأهمية ديالها في أفق استئناف العمل واستئناف الأنشط الأهمية ديالها العمالية بحل اللي قلت هو أن هذه الفئة هي الفئة اللي كتنتج فهذه الفئة سنحفظ عليها فهذه موارد بشرية اللي هي حساسة فهذه الناس هذو تيخصنا نعرف بأنهم هما أكبر تعرضا للوابا بحكم أن الميدان ديال العمل كله حركة والوابا كينتشر كل ما كسرت الحركة كل ما الوابا كينتشر وهذا من ديمن المسائل اللي في الواقع كتبين بأنه تيخصي كل حجر الصحي والحجر الصحي لأنه كيحبس هذك الحركة ديال الناس فمليك توقف الحركة ديال الناس الانتشار ديال العدوى تتخل كينتوا أنت يتعلق بكيفاش كنت نضم هذ العملية على مستوى المقاولات على مستوى الإدارات مثلا بالنسبة لمقاولات الاتحاد العام المقاولات ديال المغري بلا سيجوهم عندها واحد الموقع والشركات كيتشجلو كيتشجلو وكيكون واحد النوع ديال بحلو واحد البرماجة فكيكون هذك في جامع القطاعات مثلا واحد المؤسسة جاء عندها باش يدروا لها الدفحس هذا كيشفوا العدد ديال الناس وكيحاولوا ديروا واحد البرماجة باش يدوزوا أكتر عدد ممكن ديال الناس فكي يدوز الإنسان كيقبطلوا المسائل دياله بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية الهاتف إلى آخره باش يمكننا أن تتصلوا به وكيدوز في واحد السلك اللي تيكون فيه إنسان تحت اعتراك على التعريف الوطنية وتيقلس في واحد الماحل اللي كيخضلوا واحد العينة هذه العينة فواحد يعني كيخضلوا دك السائل اللي كيكون داخل الفم داخل الحلق أو الحلق فهذه العينة كيتم الأخذ ديالها وكيتمشي للمخطبر شحالت تستغرق عملية ديال معرفة النتيجة؟ غالبا شحالة دي كانت 48 ساعة ديبها هي 24 ساعة ديام كل معتولة ولكن المشكلة هو إلا كان عدد كثير ديال الناس فالإنسان اللي يقرأ هادشي هذا تخصو واحد المدة فهادشي علاش ربما المدة كتتروح من بين 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا أكثر على أين يعني في ضرف واجيز كيكون عندك النتيجة وكيفاش غاي تم إخبار الناس اللي يخبرون؟ فإلا كان عدد شي تم في إطار المؤسسة فكيخبرون المؤسسة ومؤسسة كتخبر الإنسان وكذلك إلا تعضلوا باشي كين البطاقة التعريف الوطنية وكين الهاتف تيمكن يعني تتصل مباشرة بذلك الإنسان إذن من بعد عملية إجراء الاختبار شنون ما الحالة اللي كتتجي من بعد؟ من بعد الاختبار تيمكن تتأكد على ذلك أن ذلك الاختبار لديك النتيجة حقيقة يعني ما فيهاش غالط ولا شيء نعم كنتأكدوا منها ومن بعد كيسلك واحد المسلك ديال الحجز ديال مدة يعني 14 اليوم إلى آخره باش كيلاحظوا إلى آخره وإلا كان عنده حقيقة مشكلة ديال الكوفيد كيخدع العلاج دياله بالطريقة اللي هي مسترى من وزارة الصحابة نعم كينا سؤال أحد المواطنين واش هذا الاختبار تيمكن له يبقى يتعاود كل مرة؟ هو اللي جدي تشوف من ناحية العلمية من ناحية العلمية هذا الاختبار هذا كيعطيك واحد صورة آنية يعني الإنسان نضار الاختبار اليوم وخرج بأنه يعني سلبي هذه الساعة كي ممكننا نقوله ما فيش الكوفيد نعم ولكن شكولك يدمننا بأنه يومين ثلاثة ياماً بعد ولا أسبوعاً بعد يبدأ الانتقشى بالكوفيد نعم يعني يعني من ناحية من ناحية النظرية هذا ما كيعنيش بأنه الإنسان محمي نعم خصوصاً أن فترة حضانة الفيروس رح تقريباً رعتش يوم رعتش يوم كنت مشي حتى الجوج الأسابيع فهذا الشيء كي ذكرنا بأنه الإنسان يجرى هذه الفحوصات هذا ما كيعنيش بأنه يمكن له يتخلى على التدابير الاحترازية نعم خصوصاً تعلموا بأن هذا التدابير الاحترازية خصوصاً تعيشوا معهم يبقاهم معنا سؤال تتعلق بهذا التدابير الاحترازية دكتور نعود ونذكرها وخصوصاً أثناء عملية إجراء الاختبار حقيقة المزائل الاحترازية ببساطة كين تباعد تيخس كون واحد المسافة اللي ما كتقلش على متر نعم تانياً تيخس الإنسان يعني يعني بالنسبة لغسل اليدين أو استعمال المحلول الكحولي وكين حقيقة مسائل ديال يعني ما قش الإنسان فين ما قش واحد شي كاغير شي ورقة ولا شي آلة ولا شي أي حاجة تيخسو تيخسو سلي نعم إلى جانب الناقي المسائل اللي هي بديهية الإنسان يغسل يدق المياكل إلى خيره فهذا كلهم وسائل اللي بلده مخصو يتعيش معهم وحقيقة هذا الكمامة هذا الكمامة تيخسو بديه من يولف بأنه هذا الكمامة سبقى معها واحدة مدة طويلة نعم آخر سؤال دكتور شي نصائح للناس اللي كيستأنفوا العمل ديالهم هذه الفترة هذه أنا كنظن بأن الكل الكل واعدة بأنه ربغي نخرجو من هاد الوباء تيخسنا كنا نضمنو ونديرو جميع الوسائل لأنه بحل واحد السلسلة هاد السلسلة الهاشاشة ديالها كتكمن عنصور من هاد السلسلة إلا كانوا واحد فينا ما كيدر شي داك شي اللي تيخص نحن كنا كانت نتقاص فالإنسان يجب أن يكون عنده واحد وعي جماعي بأنه الوقاية ما كتتمش بواحد بوحده رح يكون الناس كلها في نفس المستوى الوقاية ويدروا الوقاية فالتدابير الاحترازية مسائل ضرورية ما عندنش لها اختيار مسائل إجبارية وتيخص الإنسان يديرها معنا وعلى كل هذه النصائح والإرشادات شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة وإلى حلقة مقبلة بإذن الله